البوسني وحيد حليلوزيتش عقده بشكل رسمي مع المنتخب الياباني وهذا بعد ثلاثة مواسم قضاها معه منذ مغادرته تدريب المنتخب الجزائري واستندان إلى ما كشفته صحيفة فرنس فوتبول فإن الاتحادية اليابانية قررت فك الارتباط مع حليلوزيتش لعدم اقتناعها بنتائج الأخيرة لمنتخب وإبعاده لعدد من كوادر المنتخب المقبل على مشاركة في مونديال روسيا الذي سيكون فيها البوسني غائبا عنه وهو ذات السيناريو الذي حدث معه مع منتخب كوديفور قبل مونديالي 2010 ويبقى حليلوزيتش مطلبا جماهليا جزائريا للعودة إلى بيت الخضر